أنا أقرأ برواية حقس عن الإمام آسمن الخوفي من طريق عبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد يبا أهد من عجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّئُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْهِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٍ وَأَدَّلَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُوَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا إِنَّا أَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَاحِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَادًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا كَبِيرًا وَلَا كُبِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَعَدَا أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمة نانسي قنقر